قاسم صالح نازح وعائلته يقيمون في مخيم آشجي بناحية عربة في محافظة السليمانية منذ ما يزيد على ثماني سنوات يأمل العودة لمنطقته في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين التي كانت رحلة نجوحه منها عامرة بالمشقات والآلام لقينا معاناة في نجوحنا في الطريق لأن منعنا من العبور إلى كاركوك لمدة ثلاثين يوما إلا بموافقة محافظة السليمانية آنذاك في سنة 2014 سمح لنا بالدخول ثم اتينا إلى السليمانية وسكننا في مخيم عربة عربة القديم ومن ثم سكننا في مخيم آشجي أقصى أمان قاسم معائلته الكبيرة التي يزداد الأمل بتحققها خلال شهر رمضان أن يعودوا لمنطقتهم ويهجروا الحاجة للكثير من متطلبات الحياة في خيمة وبيئة لم تحمهم يوما من برودة الشتاء ولا من حر الصيف معاناة نستاذ العزيز نحن ساكنين في خيمة الخيمة تعرف وضحها تشتاء صير باردة ثلج وبصها في الصير جوها حار يعني هو العائش بخيمة بعيشين ومعاناة احنا كنا عايشين في مناطق مطرفة زراعية وكنا عايشين بديرتنا مرتاحين يعني مسواقنا وضعنا أمورنا كلنا كان من العرض أنا تجد طالب صف سادس تجد تداو مستصال لخمسة سنة من بطلت وروح تقوم تشتغل بالبلدي على مدى المعيشة ما تعياني أبويا عنده 13 نفع وهي أمه وأبوه وأخوه الصغير مدبرين حيشة وتعيش في المخيم المئات من العائلات كعائلة قاسم صالح التي تتوق للعودة إلى مناطقها لكن عدم تهيئة السلطات الحكومية البنية الخدمية الأساسية والأمن في هذه المناطق حال دون ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر